المترجم للقناة 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 ونظرنا أن نعمل إجنرة ولداتنا ونحن أجل هذه المملكة حتى نحن متأكل ونحن نرى بفضل الناس كما ونحن يصدرونون ويومياً ويركيون وعندما وصلتوه أين درتوه أين درتوه وهذا ما هو كل شيء سيتم تنشرفنا فلا شرحنا كل شيء سنتخلطه ونحاولون القلب والفتنة لنا لا نريد أن تدخل فتنة ونريد أن يخرج في الشريح ونريد أن الوضع يحتوي بين الأساتيدة والوزارة فقط ونحن لا يوجد مشكلة يمكنهم أن يصبرونه ونحن سيبدأون العساة تداره لجب الله لقيته الحر سيقدرون يديروا المجهود لهم لكي يتعلموا على الأيام التي يضعوا نحن لا يوجد مشكلة لأنهم يديرون هذا الشيء كل سنة يديرون في الخرسنة الدعم المدراسي ونحن يتعاونه ولكن اليوم تنتمنوا لكي نحن على الأقل يكونوا يرسلونه ويصفتونه تحتاجه لنستناماني انا عدنا جواتي قد يستعلمون مع الناس يستعلمون معنا كيف حالهم وفهمونه غير تجالين مع الناس كان بردهم وصافي وكل واحد سيقولون لي وقالون لم يكن لهم بخطرهم ويأتي اليوم من الله يجزيكم بخير وقد تمنى من الوزارة تتفهم وتتفهم الوضع كبرنا وولداتنا وذية الأساتيدة وذية هي نيدة كوزارة هي كوزارة ويحتاج للأطور التي فيها ويحتاج للناس الذين يبقوا معنا ويبقوا يعاونون لنا البلاد نحن نرى أنه ليس ضد الوزارة وليس ضد الاساتيدة وليس ضد اسمته الوضع الاجتماعي لنا الوضع الاجتماعي أنه مكرفس ومعدب والناس مزيراء والناس الضيقون لها في العوان رأي الناس تخلي ولادها غافظ شارع دابا وتدمشي تخدم هذا الوضع سوف نتخل لأسفل هذا الأمر وإن شاء الله ومن سيدنا هو اللي سوف يفكر لنا هذا الحالة هذه سوف نحب الوطن ونحب سيدنا ونحب الشعب ونحب خطنا والدليل عن هذا سوف نرى الزنزل وعشتوا الشعب المغربي كيف تضامن فمعلم وانتخاب الوطن يرى الشعب المغربي يتضامن نحن في الأحياء ونرى تضامنين نرى كانت تضامنين في الجنيز كانت تضامنين في العراسات كانت تضامنين في كل شيء ولكن اليوم ما بغيناش نحن هاد الوضع عديان نحن يخر تلك الشيء بلاصة ونحن لدينا العديان بزاف وعندنا الناس اللي يحسدون في هاد البلاد هدي اشتركوا في القناة